اهلا بكم ابراج هذا اليوم الاحد الموافق الواحد والعشرين من كانون الثاني يناير الفين واربع وعشرين اليوم ثلاث كواكب تحول ضيوف جديدة في ابراج هواية بلوتو في الدلو بدلجة صفر ودقيقة صفر وايضا اشعة الشمس بدلجة صفر ودقيقة اربعة واربعين في برج الدلو والقمر في برج الجوزاء بدرجة تسعة هذا اليوم الجميع يمكن الاستفادة القصوى ليشلي انه اعلى مستوى الى الطاقة التكوينية بمعنى ان هذه الطاقة التكوينية الذبذبة الان هي ذبذبة ايجابية عالية بدأت تغير التوازن بعد ان كانت الطبيعة المسيطرة على التكوين هي التراب اصبح الان توازن بين التراب وبين الهواء وايضا الجوزاء الميزان ابدلوا عليكم استثمار هذا الموضوع بشكل كبير جدا وما انسى اذكر القوس ايضا والحمل انتم الاقرب للاستفادة القصوى خلال الاسابيع الاربعة القادمة ان شاء الله مولود هذا اليوم يحمل الخارطة الرقمية ثلاثة اربعة ثلاثة الذكاء متلازمة الذكاء متلازمة سرعة البدهية متلازمة الحركة المتواصلة هذا المولود يتمتع بصراحة وبتفاعل وبطاقة عالية جدا وهو اشبه بجوهر اينما تضحه سينتج اجابا اذا الحمل هذا اليوم اعلى مستوى للطاقة التكوينية انت اليوم امام فرص الحظ انت اليوم امام الطاقة النفسية اهم شيء في الانسان ان يتمتع بطاقة نفسية مرتفعة فبالتالي عندما ترتفع هذه الطاقة كفيلة ايضا هذه الطاقة ان تذيب كل الحواجز اللي امامك وتستطيع القيام بتغييرات الثور هذا اليوم تبدو مربك لكن تشعر ان هناك طاقة تدفع بك باتجاه انجاز باتجاه تحقيق ربما رغبات وما انسى اذكرك ايضا انت ربما بحاجة الى تغيير اجواء وخصصا في مجال السفر الجوزاء الافضل من الان علينا ان نعد ان تتدخل مرحلة او منطقة الزمن الافضل من بين جميع ربما الابراج خلال هذه الفترة فما عليك الا ان تستثمر هذه الطاقة الكونية الكبيرة جدا وان تبتعد ربما عن محاكاة النفس بالجانب السلبي السلطان نبدو متعبين هذا اليوم وتزداد مصاريفنا بشكل قد يكون ملفت لنا وقد نسدد ربما ديون لا يعني نحن لم نطالب بها في هذا الوقت وايضا قد نطالب الاخرين بالإفاءة بالتزامات من المالية اتجاهنا اصحاب برج الاسد من الاجواء المميزة جدا نعم انتهت نصف المرحلة الانحطاط لكن دخلنا مرحلة اهدأ افضل ربما هي علينا ان نستثمرها بشكلها الايجابي العذراء نبدو في مرحلة جديدة وانحطاط تكويني قد يبدو مزعج لكم خلال هذه الفترة قد لا تكون مستعد ربما لبعض التغييرات لكن اطمئن عليك ايضا ان تنجز ربما المتطلبات السابقة وانت تتأهل الى مرحلة افضل الميزان وضع جيد معالم الحظ معالم التغيير معالم تحقيق انجازات رغبات اصبح ممكن الان ليش لانه التفاعلك التكويني اصبح بمستوى عالي جدا وهذا يدفع بيك باتجاهات التغييرات المهمة اصحاب برج الاقرب نبدو ايضا في حالة من الانكماش ربما هذا اليوم ولسنا مؤهلين لادارة امور الحوار لسنا مؤهلين لادارة مؤساة ربما مالية البعض ربما علي ان يأخذ ربما فترة من الراحة خلال المرحلة القادمة لكن اليوم قد تزال مصروفاتنا المالية والبعض ربما قد راجع مشفى طبيا لازلاح فحصات القوس من الاوقات الرائعة الاوقات الجميلة اصحاب برج القوس الان بيمكنكم الانتقال التغيير ربما ايضا اعادة حساباتكم الى وضعها الحقيقي وما انسى اذكرك انه ربما السفر هو احد الخيارات الاساسية جدي وضع مالي قد نفكر بانه ندخل في جانب يعني مسابقة مهنية اربوالية وشراكة مالية مهنية لكن هذا اليوم قد نبدو متعبين وقد تبدو التغييرات واضحة في سلوكنا لكن لا نزال متوترين على ان نخفف من هذا التوتر اصحاب برج الدلو بعد فترة سلبية جدا وارتباك على الصعيد النفسي على صعيد الذهني وايضا الطلاب اللي دارسين الطلبة الابتدائية وايضا الثانوية الان انتم في اجوى افضل اوقات الفلكية لذلك استفيدوا من هذه النقطة اما اصحاب برج الحوت ايضا نبدو هذا اليوم لسنا بطاقة مثالية وضعنا صعب وربما علينا ان ننتبه خلال خطواتنا القادمة اكيد الله اعلم بذلك مشاهدينا او دلزم لا لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة